قلل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من تأثيرات الهجوم الصهوني الذي استهدف وسط إيران أمس الجمعة عبداللهيان في مقابلة مع شبكة MBC الأمريكية وصف الهجوم الصهوني بلعبة أطفال مؤكدا أنه لن يكون هناك رد إيراني انتقامي ما لم يتم استهداف مصالح طهران وفدت وسائل علام رسمية إيرانية أمس الجمعة بسماع ذوي انفجارات فجرا بالقرب من قاعدة عسكرية في محافظة أسفهان بعد اعتراض نظام الدفاع الجوي الإيراني عدة مسيرات من دون الكشف عن مصادر حاح ما حدث الليلة الماضية لم يكن هجومتنا الأمر كان عبارة عن طائرتين أو ثلاث طائرات بدون طيار تلك التي يلعب بها الأطفال في إيران طالما أنه لا توجد مغامرة جديدة من قبل النظام الإسرائيلي ضد مصالح إيران فلن نرد إذا كان النظام الإسرائيلي واتخاذ إجراء آخر ضد مصالحنا سيكون ردنا فوريا وبأقصى ما يمكن ترجمة نانسي قنقر